السؤال بعد كده بيقول سلام عليكم أنا جوزي حلف علي بطلاق يعمل ايه عشان يردي مفروض يردني ولا حاجة خالص اول حاجة ببساطة خالص يتصل بمية وسبعة عشان يعرف ايه الطلاق ده وقع ولما وقعش ولازم نتطمن وانا ما بجاوبش على اسئلة الطلاق في الغالب لان اسئلة الطلاق ما بجاوبش على اسئلة الطلاق مش في الغالب يعني ان انا ما بجاوبش على اسئلة الطلاق في الهوى لما يكون السؤال ما بعطلي ليه أنا لازم أتحقق بصوا يا سادة ما ينفعش واحد يفتي في طلاق من غير ما يعرف الصيغة ومن غير ما يعرف السياق ومن غير ما يعرف الدواف ومن غير ما يعرف حاجات كتيرة فما ينفعش إن حد يجاوب فيه مسألة طلاق وهو إيه ما عرفش تفاصيل دي فيبقى الحل هو إيه تتسل على مئة وسبعة أو يتسل على مئة وسبعة تكوني جنبه ما فيش مانع أو يتسل بي عشان أتحقق من ماذا قال وأنا في الغالب مذهبي وطريقتي ما بحبش قفتي في مسائل الطلاق على الهوى فيتسل على التليفون بتاعي لإن السؤال على الهوى ممكن يكون بنتعرر لكثير من الأسرار وأنا بنصح الناس دايما بقولهم كده السؤال في الطلاق تتكلم عن أسرارها وتتكلم عن شوية حاجات وفي تحقيقات ساعات الشخص ما بحبش يسأل عن التحقيقات دي عشان أسرار البيوت وإحنا دايما عندنا بننبه الناس أرجوكم الفتوى أحد القيم الأساسية في الفتوى هي حفظ السر وجزء من حفظ السر إن أنت تحافظ على سر الناس قبل ما تطلعه وإنتوا بتشوفونا وإحنا بنتكلم مع الناس لما بتبقى المسائل الدخلة بقى في كلام ما يصحش إن الناس تسمعوا إحنا بنكون حريصين إن الكلام دا يحصل وعشان كده فتوى الطلاق من أفضل الأشياء إن هي تسأل ليس على الهواء عشان فيها أحوال كتيرة بتبقى أشياء تتعلق بعراض الناس وبسترهم فلابد إن احنا ننتبه لده ترجمة نانسي قنقر